السلام عليكم ورحمة الله صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف في الفيديو معكم شريف من قناتكم الفهد تيتوريال لو انت اول مرة تشوفنا على اليوتيوب اهلا وسهلا بيك في اسرة الفهد تيتوريال اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك وشائل الفيديو مع اكبر اعراض من صحابك عشان الفايدة تعم علينا جميعا حلقة النهاردة هنشرح فيها طريق التسجيل اي صوت على الكمبيوتر داخل برنامج التوزيع بتاعنا عند حضرتك دات على الكمبيوتر عايز تسجلها عايز تسجل من امازون ميوزيك عايز تسجل من سبوتيفاي عايز تسجل من اليوتيوب وتستخدمه كريفرنس تراك بالنسبة لك انا عامل حلقة عن ريفرنس تراك لو ما شفتهاش هسيبها لك في الرابط تحت معي ازاي نقدر نسجل اي صوت عندنا على الكمبيوتر على اي برنامج توزيع اول حاجة هنحتاج بالنسبة لنا هنحتاج برنامج يزبط لنا مداخل ومخارج الصوت بتاعنا هنستخدم في الطريقة دي فويس ميتر بنانا ده رابط الموقع هسيبه لكو في الدسكريبشن كل اللي عليك حضرتك هتخش على الرابط اللي هسيبه لك هتعمل ده واندود وتسطبه لو عايز تعرف طريقة السيطب موجود في نفس الموقع ده شكل الفويس ميتر بنانا اللي احنا هنستخدمه في الحلقة بتاعنا هو في منه ازدارات كتير في فويس ميتر وفي فويس ميتر بنانا وفي فويس ميتر بوتيتو ولكن البنانا هيكفر الغرض اللي احنا محتاجين قبل ما نعمل اي حاجة احنا محتاجين نغير المداخل ومخارج بتاعة الجهاز بتاعنا هنيجي تحت في اليمين هنروح عند السبيكر هندوس رايت كليك ونفتح اوبين فوليوم بيكسر انا هنا مستخدم كارت الصوت هروح جاي دايس عليه بستخدم وندوس 11 بالمناسبة عشان وندوس 10 في شكل مختلف شوية هنيجي نختار بدل ما هو على الفوكس رايت يو اس بي هنروح جايين على فويس ميتر امبوت فايو هندوس عليه كده غيرنا مداخل ومخارج الصوت بتاعة الكمبيوتر وهدي الفويس ميتر بعد ما تسطب هنلاقي عندنا ثلاث مداخل للفويس ميتر اي وان اي تو اي ثري هاجي على اي وان هو ده بس اللي انا هحتاجه هتدي له صوت فحلتي انا من كارت الصوت بتاعي في هنا دابلو دي ام فوكس رايت وفي تحت ام 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 اي سبيكر فوكس رايت في الحالة بتاعتي انا شايف ان ام 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 يم يديني نتيجة افضل جرب حاضرتك لغاية ما تلاقي النتيجة اللي تطلع لك صوت كويس دي اول خطوة احنا محتاجين نعمل بعد كده هنروح جايين على برنامج التوزيع نروح عن استوديو ننزل تحت على استوديو سيتب هنغير من كارت الصوت نوديه على دي اول خطوة الخطوة التانية هنروح دايسين اف فور عشان نفتح ونخلي نتأكد ان كارت الصوت اهو اللي واهمي اللي بقى عندنا اللي هو الفويس ميتر ايو اكس ورايت واحد واثنين وهو ده بالزبط اللي احنا محتاجين عشان نقدر نسجل ايه اللي هنعمله هنروح عاملين تراك ناخد تراك ستيريو وانا هسمي تراك ده ريفرنس قلت الوقت اوكي انا دلوقتي ما احتاج ارجع للفويس ميتر تاني هنا عندنا اي وان اي تو على قناعة الفايو اي وان اي تو اي ثري اللي احنا شرحناهم هنا فوق وهندي ايو موجودين تحت هنا في الميكس وعندي كمان بي وان و بي تو هعمل ايه؟ مبدئيا انا هنخلي راوتنج الفايو على بي تو على بي تو وبس هو ده اللي احنا هنزبطه عشان نقدر نسجل دعالوا نسمع المزيجة ونطبق ازاي هنقدر نسجل هذه المزيجة اللي عندي دي عندي على الجهاز زي ما احنا شايفين برنامج هنا التوزيع بتاعي مش لاقت اي اشارة عشان نخليه الوقت اشارة هنعمل ايه؟ هنروح شايلين الصوت من هنا انا شايف في اشارة جاية على الايوان ولكن لحضراتكم ولا انا سمعين اي حاجة اسمع ازاي؟ هنروح جاي على برنامج التوزيع ونفعل المونيتور سمعنا الصوت انا مع حضراتكم سمعنا صوت في نفس الوقت في اشارة عندي على في بعض الناس ما تحبش ان هي تسمع من الشغال على الديسكتوب او من على الانترنت وحايزة تسمع من الده فده الطريقة بتاعي انا بحب اسمع من الاتنين بصراحة فهروح جاي كل اللي هعمله هروح قافل المونيتور ليه انا قلت على بي تو؟ تعالوا كده نجرب واحنا بنسجل نشوف ايه اللي هيحصل انا دلوقتي هسجل واحنا هنا على بي تو طب ليه يا شريف انت بتقول لنا على بي تو ومش على بي وانا؟ هنعرف ده حال هدي المزيجة وهنبتدي ان احنا نسجل بالفعل بيحصل التسجيل قدامنا طيب لو جينا هنا من بي تو خليناها على بي وان خفلنا بي تو وفتحنا بي وان بص ايه اللي حصل بالفعل مفيش تسجيل نحاوله تاني نروح على بي تو بص اللي حصل تسجيل رجع تاني ولكن بالنسبة لل اي و اكس هنخليها على بي وان زي ما هو عشان هو ده الطريقة او هي دي الطريقة الصحيحة اللي هنقدر نسجل بها عن طريق البيس ميتور نحن نسمح التسجيل اللي هنسجلنا وده الجزء الفاضي اللي انا حولت فيه من بي تو لبي وان فبالتالي مفيش اي صوت عندنا وده لما رجعت البي تو وشلت البي وان دي كانت افضل طريقة للتسجيل على الويندوز بالنسبة للماج دي حاجة اسمها ساوند فلاور ولكن انا مستخدمتش ماك فمش متأكد من المعلومة قوي طبعا تي بعد كروت الصوت بتدعم خاصية اسمها اللوباك انا كرت الصوت بتاعي مش من الكروت دي فبالتالي دورت لغاية ما لقيت الطريقة دي ان انا قادر اسجل بيها اي صوت على الكمبيوتر عندي داخل برنامج التوزيع الطريقة دي بتنطوق على اي برنامج توزيع ولكن الشرح اللي انا شبحته لحضراتكو على كيو بيكس اشتركوا في القناة